بينما تتسلم وزارة الداخلية بدءا من اليوم تكاليف حج القرعة لهذا العام حتى الخميس التاسع عشر من شهر إبريل الحالي من خلال جميع فروع البنوك الوطنية على مستوى محافظات الجمهورية وتبلغ قيمة تكاليف حج القرعة ستة وخمسون ألف ومئة جنيه إضافة إلى قيمة تسكرة الطيران أحد عشر ألفا وتسعمائة جنيه بإجمالي مبلغ ثمانية وستون ألف جنيه على أن يقوم الفائز بفرصة الحج عقب سداد القيمة بتسليم صورة إصال السداد إلى المركز أو القسم التابع له